بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الاعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جورج جلوي ينتقد نفاق الغرب ويسأل لماذا تقولون انكم ضد اقامة كأس العالم في اي بلد مسلم للاجابة عن هذا السؤال كونوا معنا حتى النهاية انتقد النائب السابق في البرلمان البريطاني جورج جلوي الحملات البريطانية والغربية المستمرة في مهاجمة قطر بسبب استضافتها كأس العالم 2022 واتهم الغرب بالنفاق فيما يتعلق بقضية ارتداء شارط المثليين وقال جلوي في لقاء تلفزيوني انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الاحد اربعة ديسمبر كانون الاول الجاري ان لاعبة كرة قدم ذات بشرة سوداء تدعيليكس سكوت تلقي خطبة حول انتهاكات حقوق الانسان في قطر وتقول نأمل في كأس العالم المقبل ان لا نضطر الى خوض هذه النقاشات مرة اخرى كما تابع في حديثه الموجه لاليكس اضاف جورج جلوي لا لن نخوض النقاشات مجددا فبعد اربع سنوات لو بقينا احياء لن نسمع عن 25% من مجمل سجناء العالم الموجودين في السجون الامريكية وحتى وان كان المونديال سيقام في امريكا لن يتم اخبارنا ان الجزء الاكبر من هؤلاء السجناء يشبهون هذه السيدة التي تتحدث بهذه العنصرية كما اضاف النائب البريطاني السابق لن نتطرق الى عصابات السود السجناء بامريكا واطلاق النار على الحفلات ونوادي المثليين ولن نتحدث عن المجازر في مراكز التسوق في عموم امريكا فيما نفى ان يكون حديثه عن قطر من باب الترويج لها واضاف انا صفر علاقات معها واعرب عن اندهاشه من حجم الذنب لقطر وقال يا الهي لانهم لم يسمحوا للناس بالترنح او ان هناك ثميلين في شوارع قطر كما وصف الدعوات لشعرات المثليين بالنفاق وقال اصبح لا يصدق كل بث كرة قدم تتخلله هجمات على منظم منديال قطر جورج جلوي قال ايضا ان هذا يعني ان تنظيم كأس العالم لا يجب ان يكون في اي دولة مسلمة وتساءل لماذا لا تخرجون وتقولون ذلك صراحة بينما لفت الى ان الانتقادات وصلت الى حد ان بعضهم اعرب عن صدمته من بدء المباريات في وقت مبكر وقال ساخرا لماذا لا نقيمه بحسب توقيت جرينيش يمكن ان لا تكون كأس العالم لنسميها كأس الانجلوسفير الدول الناطقة بالانجليزية في الختام ارجو ان تتركوا اراءكم وتعليقاتكم اسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة